بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل هذا البلد بلداً آمنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين واحفظ أميره وولي عهده اللهم ارزقهما الصحة والعافية وأطل في عمرهما وأحسن عملهما وارزقهما البطانة الصالحة التي تعينهم على نفع البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين حياكم الله معاي أعزاء المشاهدي في كل مكان في حلقة جديدة من حلقاتنا فقه النساء اليوم نبدأ الصيام وبداية الصيام بعد رؤية الهلال النية نية الصيام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوا لكل مرئ ما نوا فالنية فرض في كل عمل نريد أن نعمل سواء الصيام الحج الزكاة الصلاة تبدأ أعمالنا بالنيات إنما الأعمال بالنيات فكل عمل بنية الإنسان دليل وجود النية في صيام شهر رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له فهل النية تجب كل يوم أو أنه يكتفي بنية شهر رمضان أن المؤمن الذي يريد أن يصوم ينوي النية أنه يصوم شهر رمضان من أول ليلة في شهر رمضان طبعا الفقهاء اختلفوا بعض الفقهاء يرى أن النية يجب أن تكون قبل الفجر في كل يوم أو أيام شهر رمضان يعني قبل لا يؤذن الفجر ينوي صيام قدن القول الآخر يرى أن النية موجودة من ليلة الصيام أنه ينوي صيام شهر رمضان لكن بعضهم قال لو صام ثم بعد ذلك مثلا المرأة الحائض أفطرت أو النفسة أو حتى المريض أفطر أو المسافر أفطر علي أن يجدد النية بعد ما يريد أن يصوم الأفضل هو وجود النية طبعا النية لا تكون بالتلفظ وإنما محلها القلب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه تلفظ بنويت أن أصوم شهر رمضان لأن النية أصلا محلها القلب فالسحور بعض الفقهاء يرى أن السحور هو نية ليش إحنا نتسحر حتى نصوم فإذا تسحر فهذه نيته الصيام في الغد إذن السحور تعتبر نية النية محلها القلب لا يشترط أنه في كل يوم أن أنوي أن أصوم غدا لكن لو يعني في بداية شهر رمضان ليلة أي واليوم من شهر رمضان نوينا أن أصوم الشهر كله فهذه نية الصيام لكن لو النية هذه كانت لصيام التطوع هنا نفرق هل يشترط لصيام التطوع أن تكون هناك النية مبيتة قبل صلاة الفجر قبل أذان الفجر قبل يعني في ليلة الصيام مثلا أنا أريد أن أصوم يوم الأثنين هل يجب أن تكون نية قبل أذان الفجر أن أنوي قدن الأثنين أحيانا الإنسان ما يريد أن يصوم ثم يستيقظ من النوم فيرى نفسه أنه يريد أن يصوم هذا التطوع هذا اليوم الأثنين الخميس ثلاثة من كل شهر أو أي يوم عادي ممكن يصوم الأربعة ممكن يصوم الأحد ممكن يصوم الثلاثة فهل يشترط وجود النية حق صيام التطوع؟ لا يشترط فصيام التطوع تختلف نيته عن نية صيام الرمضان أو حتى النذر لو نذر إنسان أن يصوم فيشترط أن يكون هناك نية لهذا النذر الكفارات يشترط أن يكون هناك نية للكفارة كفارة مثلا كفارة الحلف إنه حنث في حلفه أو نذر ولم يوفي بندره أو هناك كفارات لعدم كفارة الظهار كفارة الإلاء هذه كفارات موجودة لكن يشترط فيها تحديد النية عندنا مسألة لو لم يعلم شخص أن هذا أول يوم رمضان بات الليل نامه واستيقظ دون أن ينوي الصيام فوجد أن الناس قد صامت أنه بداية شهر رمضان عليه أن يكمل ويصوم يعني يمسك ولا يأكل ولا يشرب ويمسك فيكمل هذا اليوم لكن بما أنه لم ينوي فاحتياطا من باب الخروج عن الخلاف أن يقضي هذا اليوم ولو لم يقضه فلا شيء عليه لكن خروجا من الخلاف أن يقضي إذا شك أيضا وفي اليوم الأخير هل يفطر أو يصوم يجب أن تكون النية ثابتة فرضا كان آخر يوم في رمضان ولم يعلن أنه أول شوال قد تتردد النية في الصيام وعدم الصيام فالأفضل أن ينوي حتى إذا أراد أن ينام أن ينوي الصيام لا ينوي الفطر لأنه قد يكون ثلاثين يوم من رمضان فتكون نيته صحيحة ولا يكون قد أفطرة المباحات في شهر الصيام هناك مباحات في شهر الصيام معنى المباح هو ما يثاب فاعله والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه أما المباح وهو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فالمباحات في شهر رمضان نقصد فيها هو كل فعل يفعله المسلم في شهر رمضان مثاله لو تمضمض الشخص البعض يظن أن المضمضة تبطل الصيام المضمضة من الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهان عن الاستنشاق والمضمضة ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني استنشاق لكن لا تبالغ في الاستنشاق وهذا من مباحات أن الإنسان يفعله ولا يؤثم عليه أيضا من المباحات هو الاستحمام في رمضان سواء كان في حمام السباحة الغوص أو الاستحمام في البيت فهذا من المباحات أنه لا ينهى عن الاستحمام أو السباحة لأن البعض يظن أنه في السباحة قد يفطر متى يفطر إذا دخل الماء في جوفه أما إذا لم يدخل الماء في جوفه فهذه من الأمور المباحة وضع الكريمات على الجسم سواء كان بها عطور أو غير عطور أو غير معطرة فما في بأس أن تضع الرجل المرأة الكريم على جسمه فهذا أصلا من المباح في شهر رمضان ولا تأثير له على الصيام البخور البعض يظن أنه يحرم على البيت أن يضع المرأة فيه تضع فيه البخور أو الأسرة يعني تضع البخور في البيت المنهي عن استنشاق رائحة البخور أن لا تكون أمام وجه يعني أن لا يتبخر في يعني يستنشق رائحة البخور لكن إذا وضع في البيت فلا بأس به سواء بخور أو عطور فلا بأس بها وهذه من الأمور المباحة في رمضان الكل يتمنى أن يكون بيته معطر لأن شهر رمضان شهر الطاعة وشهر قراءة القرآن ويحرصون الكثير من الناس أن تضع البخور في البيت فما في بأس لأنه لا يضعه أمام وجه بقايا الطعام في الأسنان أحيانا يكون هناك بعض الطعام المتبقي الصغير جدا اللي يعني لما استاكه المسلم يعني وجده لم يجد لكن وجده بعد أن صام فلو يعني دخل في جوفه هذا لا يفطر إذا كان بقايا سقيرة من الطعام إذا أراد أن يلفظها يلفظها أما إذا يعني بلعها مع الريق فهذا لا بأس به ولا يفطر استعمال الفرشاة كثير من الناس تسأل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشريف لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك والسواك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أنا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مستثنا شهر رمضان وقال لا تستاكوا ومع هذا في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك أطيب عند الله وليس عند الناس عند الله تشجيع للمسلمين على أن لو تغير رائحة الفم من خلال الصيام فهو عند الله أطيب من رائحة المسك لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم في السواك عند كل وضوء أي أن على المسلم أن يستاك أو أن يستعمل الفرشاة في كل وضوء يعني حتى لو كان صائما يستحب أن يستعمل الأسواك أو الفرشاة طيب بعض الناس تسأل أن الفرشاة نستعمل معها المعجون فهل هذا المعجون يفطر؟ لا يفطر إذا لم يدخل الجوف هذا المعجون لا يفطر إذا لم يدخل الجوف فيمج ويرمي الماء فيتمضمض ويرمي الماء ولا يعني يدخل جوفه فهذا لا بأس فيه لأن الحديث عند الله وليس عند البشر قد تتأذى البشر من رائحة الفم سواء كان صائم يعني لا يعتقد الصائم أنه لا يستاك لأن خلوفه أطيب عند الله عند الله مثل ما ذكرت وليس عند البشر البشر قد تتأذى من رائحة الفم فتكره أن تجلس مع إنسان رائحة فمه يعني غير طيبة بحجة أني لا أستاك لأني صائم لا الصائم أيضا يستاك طالما لا يدخل جوفه شيء من السواك من ماء السواك أو من المعجون اللي نستعمله في الصيام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويعلمنا ويفقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة